اخترع علماء يابانيون في جامعة توكيو جلدا بشريا للروبوتات لديه القدرة على التعرق وشفاء نفسه بعد الإصابة بجرح ويعد الجلد الجديد بشري الملمسة كما يمكن أن يخرج الماء أيضا كما يحدث عندما يتعرق الإنسان ويمكن للأصبع الروبوتية شفاء نفسها من الجروح ومن المتوقع أن يتم إدخال هذا النوع في مجال الرعاية الصحية لأن العديد منها يهدف إلى التفاعل مع الأشخاص العاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمات والذين يشعرون براحة أكبر إذا شعروا أنهم يتعاملون مع بشر مثلهم